الحقيقة لما تكتمل الصورة وأنت تشاهد هذه القمة الأفريقية الموجودة في واشنطن وتشاهد أيضا المجهود الكبير المبزول من القيادة المصرية يعني عالميا لابد أن تطرح سؤال مهم خليني أطرحه على ضيفي من جديد دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية المشهد المصري بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمم يعني خليها تكلم حتى على سنة 2022 فنحن نتحدث عن أكثر من قمة وكلها أهم من بعض نتحدث عن أزمات كثيرة جدا سواء مصر تهتم بها في الشأن المحلي وأيضا لها دور في الشأن العالمي هل تنظر أنه حال الوقت أن مصر يكون عندها مقعد دائم في مجلس الأمن؟ ده لازم نرد عليه ولكن رد موضوعي هل تستطيع مصر أن تلعب دورا محوريا في استقرار الأوضاع باعتبارها دولة عربية شرق أوسطية أفريقية؟ تمام مصر بتلعب أدوار مهمة جدا ومتعددة الأوجه في الكثير والكثير في القضايا التي تستطيع مصر إيجاد حل لها والعمل على استقرار الأوضاع سواء في المنطقة العربية يعني على تبيل المثال إحنا هنقول حجم الزيارات اللي قام بيها سيادة الرئيس السيسي في عام 2022 زيارة لرئيس البولندي وزيارة مهمة جدا لرئيسة المفاوضية الأوروبية جاءت للقاهرة ووقعت الكثير من الاتفاقيات مع القادة السياسية وده بيؤكد على دور مصر الرياضي والمحوري واللي انفتاح على كل الأطراف الدولية اللعبة في المشهد الدولي ثم زيارة الرئيس البولندي أندريد هودا إلى القاهرة والعلاقات القوية جدا وبعد كده انتقل الرئيس السيسي وشارك في قمة فش جراد وده قمة مهمة جدا كأول رئيس عرب بشرق أوساطي يشارك في هذه القمة بعد اليابان وألمانيا وبعد كده زيارات باقة صنائية على مستوى القضاء العرب ما بين القاهرة وشرم الشيخ للتحضير للقمة العربية وبعد كده بعد هذه الزيارات الهامة جدا والمهمة جدا واللي بتؤكد ما كانت مصر على المستوى العربي والأوروبي نجد أن هناك انتقال نوعيا من خلال القمة العربية الأمريكية اللي عقدت في الرياض بمشاركة الرئيس السيسي والأردن والعراق وست الدول الخليجية ودي بتؤكد ما كانت مصر لدى القضاء العرب بعد توقيع الإطار التنفيذي أو التشاور آلية التشاور السياسي التي تم توقعها بين مصر ودول الخليج الست وبمشاركة الوزير سامح شكري في هذه الاجتماعات في البحرين في الدورة 150 وبعد كده احنا بننتقل للقمة العربية الصينية وبعد ذلك الآن يشارك وقوب طبعا 27 على اعتبار أن مصر يعني أعطت روشية تواضحة لكيفية حل القضايا العالمية وليست فقط المحلية أو العربية ثم بعد ذلك الآن يشارك الرئيس السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية وبالتالي دور مصر متعدد لأوجه سواء عربيا سواء شرق أوسطي لأن فيما يخص شرق المتوسط أيضا مصر اللعبة دور كبير جدا في العمل على إنشاء منظمة شرق المتوسط وإعطاء كل دولة حقوقها تبقى للقوانين والشرعية الدولية وده أعطى نوع من أنواع الهدوء في شرق المتوسط وده اللي جعل الكثير من الدول تريد أن تتقرب للدولة المصرية وتريد أن تعيد علاقتها مرة أخرى في ظل سياسة متزنة خاصة أن الدولة المصرية دائما وأبدا ما تسعى إلى سياسة صفر مشاكل صح يعني كل اللي حضرتك ذكرته ده يؤهل مصر لهذا الدور وبالتالي بعد ده كله طبعا يا فندم طبيعي لما هدور على الدولة إحنا مش ندي دولة مقعد في مجلس الأمن إلا إذا كانت تستطيع أن تملأ هذا المقعد القيادة السياسية الحالية قادرة على صناعة الفارق في تحقيق الاستقرار في الكثير من المحاور اللي احنا أشارنا إليها وبالتالي رؤية حكيمة للقيادة السياسية المصرية في العمل على حتى يعني إحنا الرئيس بايدن بعد ما نجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار في غزة في مايو 22 اتصالين متتاليين للرئيس بايدن لرئيس السيسو وإشادة بالدولة المصر الكبير ووجود مصر في التهديئة وجود مصر في أعادة البناء ومؤتمر باريس للسلام اللي حضرت أيضا حول نيبيا فالحقيقة الحركة المصرية والسياسة المصرية أعتقد على أعلى مستوى دا حقيق ترجمة نانسي قنقر